اشتركوا في القناة نلتزم للبحرين ولهذه الغاية يوصل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا جهوده المضيئة في دراسة المؤشرات والاطلاع على المستجدات الخاصة بالفيروس بناء على المعطيات الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار مدى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الجائحة أن توجيهات الملك جلالة الملك المفدى والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد تستوجد من جميع من الجميع القيام بواجبه الوطني على أكمل وجه والالتزام من أجل البحرين فريق البحرين أثبت كفاءته وجدارته في تحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى ستة آلاف متطوع في ستة أسابيع والذي يعد إنجاز لكافة المشاركين لما تمتع به من حس إنساني مسؤول وللوصول إلى اللقاح بصورة أسرع تم زيادة التجارب السريرية إلى ألف وسبعمائة متطوع إضافي والبشار إن شاء الله أنه تقرر زيادة عدد المتطوعين بزيادة عدد ألف وسبعمائة متطوع إضافي طبعا زيادة العدد المتطوعين في هذه التجارب يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى لقاح فعال وآمن وهذا بعد ينضاف إلى رصيد مملكة البحرين بدورها شددت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض البطنية بمجمع السلمانية الطبي على إن الالتزام للبحرين هو شعار المرحلة القادمة التهاون الذي حدث في بعض هذه الإجراءات في الفترة الأخيرة هو كان السبب الرئيسي لزيادة الحالات ولكننا على ثقة ومتأكدين بأننا يدا بيد سنستطيع بالحرص وتطبيق جميع هذه الاحترازات على جميع المستويات في تقليل هذه الإصابات مرة ثانية من أجل هذا فإن التعاون الإيجابي مع جهود الفريق الوطني لمواجهة فيروس كورونا عبر الوعي المجتمعي والالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية يعتبر سبيل للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر